وانا الاوان للشائعات كما جرت العادة احنا دايما في عندنا مواسم كده للشائعات يعني هتلاقي موسم يناير ده موسم شائعات ايه لازم الاخوان يعودوا يصولوا ويجولوا ويرغوا ويوزبدوا ونقبوهم يطلع على ما فيش كما جرت العادة وفي عندنا الموسم بتاع رمضان وفي عندنا مواسم بقى لها بتاعت ايه اول ما تلاحظ الجماعة غير المباركة ملعونة في السماء والارض اللهم امين حلو؟ هذه الجماعة الملعونة هتلاقيها كل ما بتشوف امور ايجابية ونجد مثلا خط النمو الاقتصادي في ارتفاع او تجد ان هناك استقرار امني استقرار سياسي تجد ان الدولة قادرة تتعامل مع الازمة الاقتصادية العالمية وتاخد المصريين باذن الله سبحانه وتعالى وتعدي بيهم لبر الامان لازم الاشعات تشتغل فييجي المركز الاعلامي لمجلس الوزراء مشكورا وينفي ويتعامل مع هذه الشائعات قالك من ضمن الشائعات ايه؟ قالك يا جماعة طرح البضائع التي يتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع لجمهور داخل منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية المركز الاعلامي يرد ويقول انه قام بالتواصل مع وزارة الداخلية واللي نفت هذه الانباء على الاطلاق وبتأكد الوزارة لا صحة لطرح البضائع اللي بيتم ضبطها في مخالفات تموينية للبيع لجمهور داخل منافذ امان التابعة لوزارة الداخلية وبتشدد على انه منافذ امان التابعة للوزارة بتحصل على السلع الغذائية من شركات الجملة ومن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة وشركات الزيوت دون طرح اي سلع من المضبطات التموينية على الاطلاق للبيع لانه بيتم التحفز على كافة مضبطات المخالفات التموينية لحين صدور القرار بشأنها من قبل النيابة العامة اللي بتكلف بايه بقى فحص كمية السلع التموينية المضبوطة كمان يضاح لمدى الصلاحية للاستهلاك الادمي اعدام السلع غير الصالحة للاستهلاك هذا يعني بالمناسبة ان وزارة الداخلية بتتعمل مع المضبطات دي باعتبرها ايه؟ حرز لا يمس ادي واحد اتنين يخزن بافضل طرق الحفظ علشان ما يحصل لهاش حاجة علشان لما نيجي نفتش عليها ويتبص عليها فنشوف اوالله ده صلاحية هكذا يبقى صلاحية هكذا انه اي صلاحية في الدنيا يعني مربوطة بايه بطريقة حفظها مش كده فالداخلية بتعمل ده اللي مش هيطلع صالح للاستخدام هيعدم وكل سنة وانتوا طيبين تاني الاخوان هيفضلوا يطلعوا شائعات النهاردة وبوكرة وبعده ومش بس كده ده على الاقل كده لحد يوم عشر رمضان اي حاجة هتسمعها من الاخوان ما تصدقش بلاش طيب اي حاجة هتسمعها عبر اي صفحة غير رسمية من صفحات الدولة اعتبرها كأنها والهبل سواء هبل اللي عندك الصفحات الرسمية بتاعة الاجهزة المعنية والمؤسسات والوزارات والمصالح يلخ 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 بتاعة الدولة غير كده لو سمحت ارجوك 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 ما تسمعش الكلام ده ولا تعيره اي اتمام ولما تلاقي حد من اصدقائك او زميلك بحسن نية بيشير ده وجالك ابعت له نصيحة يعني ادال على الخير زي يفعله قل له مفيش داعي نشاير الكلام الفاضي خلينا نبص على الصفحات الرسمية المعنية ونشوف ايه اللي منشور واهلا وسهلا ده ده بقى اللي هنشيره وده اللي نشجع الناس عليه لكن قاعد طول الوقت عمال بشير الحاجة عمال على بطن ده اسمه كلام طبعا في ظل هذا الاطار بمانحة بيتكلم على منافذ امان كذلك منافذ وطنية كذلك منافذ وزارة الزراعة كذلك منافذ وزارة التموين كذلك تحية مصر يا اخي 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 اهلا رمضان كلنا واحد لو سمحتوا هاتوا بضعتكوا من هناك اي حاجة انت عايزها لبيتك هاتها من هناك لحمة دايما هتلاقي سعرها اقل دواجن هتلاقي سعرها اقل منتجات قلبان هتلاقي سعرها اقل منتجات الدواجن زي البيتك هتلاقي سعرها اقل حبوب بقول سلع تمويني سلع غير تمويني طيب حط بقى كل ده وافتح كده قصين بجودة زي الفل زي اللي موجودة في ادخن محل وادخن سوبر ماركت وادخن سلسلة ده اللي احنا بنتكلم فيه من امبارح احنا في دولة احنا مش في شبه دولة على رأيي جامعة الاجانب not any more خلاص ما قبل 2014 حاجة واللي بيجرى في مصر بعد 2014 حاجة تانية انا مش عايز افكرك بامور كانت شديدة الصعوبة ولا شديدة التعاسة ولا شديدة البؤس لكن انا كل اللي هقولهولك كفاك انك بتنزل من بيتك آمنا غانما كفاك ان في دولة طول الوقت قاعدة بتفكر فيك بل وتدفعك دفعا الى انه اذا كان في مشكلة روح اشتكي عندك مش عايز في ازمة اسعار انا وفرتلك الاسعار الجيدة بتخفضات عندك ازمة في جودة المنتجات عندي منتجات زي الفل احسن من اللي موجود برا كمان مش هقولك زيه وده بجد مش هزار لانه مترجع 300 مرة هذا المنتج قبل ما يطرح قدام ساعاتك للبيع فلو سمحت اتعامل مع المنافس بتاعة الدولة ده في حال لو لقيت منفذ بتاع فلان الفلاني او الشركة العلانية مش ماشي بالمظبوط ايج ما تشتريش فلوسك في جيبك وروح على المنافس بتاعة الدولة وعندك حماية المستهلك يعني الناس بتترجاك كمواطن بتقولك اذا سمحت لقيت حاجة كلمت اهو الرقم ها قدامكو على الشاشة الناس بتقولك لو سمحت اشتكي واحنا تحت أمرك اشتركوا في القناة